موسيقى حضرتك حكيت بأنك انت فعلا يعني انت عايش هذه المعاناة اليومية انت ابن مدينة القدس هذه المدينة الجميلة التي تحمل كثير من التاريخ من القصص من الجنسيات من الديانات المختلفة والمتنوعة ولكن الشخصية الفنية هذا الممثل اللي بستطيع انه يقلد ويتقمص يمكن نقدر نقول عشرات الأدوار خلال عرض مسرحي واحد أو عشرات الشخصيات كيف تشكلت عندك هاي الشخصية الفنية يعني هو الواحي عارفة دائما بنقول انه احنا في المجال الابداعي اللي منه الاعلام اول اشي لازم يتوفر عندك وهذا مش منك من الله الموهبة طبعا بعدين انت حر تشطلع حالك تنميها تنحتها كيف هذي اللي قدامنا احنا هذي كانت عرق شجرة جابوها فنانين نحتوها زبطوها سووها طلعت حلوة بامزجة مختلفة نفس الشي الفنان انا انا حتت نفسي اشتغلت ع نفسي لما انا اكتشفت اني انا بقدر اذا بحكي مع فؤاد خمس دقايق اني هقلد فؤاد او ميس او غو او الى اخره رمزي صعب يعني وضعك انت بتقول يا حرامي رمزي لانه تركيب سوى رمزي بلشنا انا طيب فبلشت اقلد واكتشف ان الناس يعني بتستمتع بهذا الحكي بس لقيمت وقديش يعني صرت اقمشي بالشارع اقوله الله يرحم جلالة الملك حسين ويرحم عبد الناصر والسادات وكلها الناس هاي الملك حسين هاي ابو جرير هاي رافع شاهين هاي الحاج مازين الكباج انا بحكيك عن رعيل يعني طبعا بعدين روحت ع البيت بعض حوالي عشر سنوات قلت انا بتش امشي بالشارع الناس تقول هاي الحاج مازين الكباج ورافع مع احترامي يعني نعم بدي الناس تمشي تقول هاي حسين ابو عاشين اه واشتغلت تلاتين عام غير العشرة عبيل ما حققت هذا اه اليوم فؤاد بتمشي معي انت بالطريق صعب تكمل معي العشرة مشوار العشرة داي بدي دستي عونس لاني بوقف للعمر وثلت سنين لحد العمر همية وثلت سنين ما شاء الله بنغشها وبدحكها وبغازلها وبحكي معها وبشتري منها مرمية وبعجب عليها وبتدعيلي وبتكرسني ومنروح ومشايفين فهذا خلق عندي علاقة كثير متينة بناسي وبأهلي بناسي يعني من المحيط للخليج اكيد نعم مفهوم مفهوم فهذه نعمة طورت هذه الموهبة وصرت اتمكن انا بشكل محترف وبشكل مدروس اني اقدر اعمل اكتر من شخصية في اي مسرحية كانت يعني تمام طب انا لو بدي اسألك لابد انه هذا الشيء ما بدا معاك وانت يافع وانت شاب يعني اللي بيشوف مدينة القدس وانت ابن هاي المدينة طفولتك في ازقة وحارات القدس نعم القدس بالعادة هي مدينة ومش بالعادة هي طول عمره يعني مدينة روحانية صحيح مدينة ذات طابع ديني كل ابناء الديانات السماوية موجودين فيها تاريخيا وبيقصدوها وغيره وموجودين في التاريخ وغيره وفيها كفار يا سيدي كل الناس خير وارف مصبوط 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 بس انا سؤالي كالتالي ولو عمره خطر في بالي انه ممكن يكون في يعني مسرح قديم 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 او قبل ما كان مسرح كيف شكله كيف كان الفن ايام طفولتك وسؤالي كالتالي انت بمين تأثرت اذا عايش ومولود في مدينة ذات طابع ديني ذات طابع روحاني وين شفته الممثل وكيف ربيته تقمص الدور فلان وفلان تحكي ليش كان بالحارة عندكم ممثل مثلا مفهومنا للدين شوي خاطئ او ضيق احنا منفهم الدين سواء الاسلامي او المسيح او اليهودي هو دخول على مكان عبادة صلاة وترويحة الديانات كتير اوسع مما نظن الطرب السيمفونيات كلها طلعت من الكنائس التوشيح والتنورة والموال طلع من المساجد هذا اولا خلينا نحكي ثانيا انت تستربني انا اول مسرح اتفرجت عليه على مصطبة في المسجد الاقصى المبارك جنب الكاس ما بين قبة الصخرة والمسجد الاقصى المبارك وانا ابن السبع سنوات اقف على مصطبة بعد صلاة العصر اتفرج على حكواتي قاعد على المصطبة في الحرم اسمه الشيخ صالح خميس رحمة الله عليه هو اول حكواتي يعني في مقدسي مشهور ومعروف كان يقعد على المصطبة ويحكي حكايات الزير سالم نعم والمهلهل ابن ابي ربيعة وقيس وليلة هذا بدايات الستين؟ هذا يعني لا شو بدايات الستين؟ قبل دك تخاتيرني لا اضل شوية شيء بشعر طب ايه؟ ليش؟ يعني انا بحكي لك عن اواخر الستينات اواخر الستينات اوائل السبعينات اه اوكي اوكي فاهم كيف انا ما اتفرج علي زلم ارفص تحت صروة طويلة على المصطبة وقعدين اللي كانوا يصلوا العصر ايوه سمعني منيح؟ تمام يعني قد يكون هدول الناس صلوا بالقيامة وطلعوا على ساحة الاقيامة بس هدول صلوا بالاقصى وطلعوا على المصطبة نفس اللي صلوا قبل شوية لله طلعوا قعدوا قدام الشيخ صالح خميس وهو مملكش ولا اشي لا فيه اضاءة ولا اكسسوارات ولا مؤثرات صوتية يملك حنجرته وطاقته الشخصية لما كان يعمل ايود واستل سيفه اتطلع على المية اللي قاعدين على النصطبة يتطلعوا على السيف شايفينه؟ يعني دقة اداؤه طبعا خلتهم يستعملوا خيالهم ويروحوا مع القصة هذا اخدني 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 صرت كل يوم اسأل عنه بعدين من حظي طلع انه بقعد طلع في القهوة اللي بشتر فيها قهوي اللي هي قهوة زعترة بس لانه بالليل المتأخر كان ممنوع علي انا اكون فتبعت له يعني وبعدين شوي شوي صرت اتعرف على غيره وغيراته طلع فيه في قهوة في باب حطة في قهوة علون طلع فيه في قهوة منا طلع فيه في قهوة صيام بعدين لك المقاهي اللي في القدس القديمة اللي كان الحكواتي واحد من اساسات وجودها يا سلام واحنا راح نشوف حكواتي قهوة زعترة ان شاء الله في العرض ان شاء الله يوم الاثنين يوم الاثنين انا حكون في المركز الثقافي مركز الحسين الثقافي في رأس العين بدعوة من جمعية اصدقاء الطلبة الخيرية اتشرف بان اعرض قهوة زعترة الساعة سبعة تعالوا ادفعوا خمسة عشر بنار بعينكم الله يعني عادي لازم ندفع بالعكس اذا لعمل الخير كل الاحترام فؤاد انا بعمل كثير شغلات في القدس بحكيش عنها بس لما بكون العرض من هذا النوعية انا الممثل بفوت بحط المساري بحط حق التذكرة وبفوت كل الاحترام كل الاحترام الى كل الجمعية احنا دائما ندعي او نقول ان الحكومات مأسرة عمرها الحكومات ما كانت اصلا فير بمعنى ان اقول لك الميزانيات وموزعة الثقافة وعنها اولويات وعنك هذا طب المجتمع المدني فيه انه دور صباح وين المجتمع المدني وين الرأس المالي المحلي انا دائما ادعو ان لا يكون جبانا انت حتى بتربح ماليا اذا بدك يعني اذا انت ذكي كفائي كرأس مالي انت بتنجح ماليا من وراي نعم انا بقدما كفنان فان شاء الله بتشرفونا يوم اثنين ساعة سبعة كلهم ميات التوفيئ بالعكس كلهم ميات التوفيئة